ترجمة نانسي قنقر يقول إن نكاح الكافر للمسلمة كان حلالا قبل الهجرة وبعدها إلى سنة الست وفيها بعد الحديبية نزلت آية التحريم كما صرح بذلك العلامة ابن حجر الهيتم وغيره يبقى إذن كان حلال وقد صحى أن النبي زوج بنته زينب عنها لأبي العاص ابن الربيع قبل البعثة وبعث الرسول ثم هاجر وهاجرت معه وهي في نكاح هذا الكافر أبي العاص ولم يكن مؤمنا إزاكا واستمر الأمر على ذلك إلى سنة الست فلما نزلت آية التحريم لم يلبث إلا يسيرا حتى جاء وأظهر إسلامه فردها الرسول له بنكاحه الأول ترجمة نانسي قنقر